اشتركوا في القناة بالاسواق وبالنفط وبعيرة الاختصاد وما الى ذلك هناك تخوفات من اتجاه بنك الشعب الصيني وهو الذي لم يغير فيه الفائدة الى مزيد من التغييرات المستقبلية التي من الممكن ان تغلق المستثمرين كيف تقرأ المشهد الصيني بالنسبة لبنك الشعب الصيني ثبت اسعار الفائد المعياري لأسر والشركات يعني الاشار الاحادي عشر على التوالي وايضا فائدة قروه ثبتها لمدة عام وايضا لمدة خمس سنوات وخاصة يعني بعد الانكماش الذي حصل منذ امارس يعني نلاحظ بدأنا الاقتصاد يعني بالتعافي بعد الانكماشات الحاصلة كانت في الصين بالتالي بالنسبة للبنك الصيني المتوقع يعني انه نشهد يعني في ظل ارتفاع التضخم وحدوث فقاعة في الاقتصاد رغم انه اذا شفنا بدأنا يعني نراها في ارتفاعات في اسعار المنازل رغم التضخم منخفض بشكل صفر فاصلة نافي السالب بالنسبة للصين هناك حالة من عدم التوازف التعافي الاقتصادي يعني من حيث التضخم المنخفض وايضا من حيث الارتفاعات اللي عم نشاهدها في اسعار المنازل لكن اذا نظرنا مثلا القطاع الصناعات التحويلية هو مرتفع لكن حقق نمو اقتصادي لكن في شهر فبراير تراجع يعني حقق ارتفاعات ونمو بـ 50.4 لكن هو يعتبر يعني الأدنى منذ 12 شهرا فبالتالي يعني يعني كل هذه البيانات المخاوف من حصول تضخم وفقاعات خاصة في اسواق الاسهم لا يعني ربما لن يقوم بنك الشعب الصيني بأي اجراءات وسيركز فقط على سياسة التحفيز الاقتصادية وخاصة في قطاعات معينة وخصوصا ان بعض الشركات الصغيرة ومتوسطة تضررت كثير من جائحة الكورونا فبالتالي من غير المتوقع أن يغير في سياسته النقدية لو كان هناك بعض التجديد في السياسة النقدية سوف يظهر في النصف الثاني وهناك خاصة أنه كان النمو الآن في الصين مستهدف 6 في المئة كانت توقعات كل المستثمرين والمتدار في الأسواق أن تكون المستهدفات للصين أعلى من ذلك كانوا متوقعين تعافي اقتصادي لكن يظهر أنه بدأنا نشوف هذا الربع التراجع عما كان عليه في الربع الرابع من عام أو طباط عما كان عليه في الربع الرابع من عام 2020 نعم ننتقل إلى النفط وأنت تعلم أن النفط له أيام تحت الضغط يعني بسبب أسباب عامة فيما يتعلق بجائحة كورونا وتأثيراتها السلبية والنفسية حتى على مسارات الأسواق وهل من الممكن أن يستمر هذا الضغط والتراجع؟ نعم بالنسبة لأسعار النفط عما نشوف التراجعات يمكن حققت الأسبوع الماضي أدنى مستوياته في 15 تراجعات بنسبة 7 في المئة أعتقد أنه هي مرحلة بعد الارتفاعات التي حصلت الكبيرة في أسواق النفط منذ بداية عام 2021 حان الوقت لبعض الالتقاط بالأنفاس لبعض تلك الارتفاعات إذا نظرنا إلى الإنتاج الأمريكي نحن نتحدث عن شهر يونيو عام 2021 كان الإنتاج بـ 2.1 مليون برميل يوميا الآن في آخر القراءات هو 9.9 مليون برميل يوميا إذا نظرنا إلى أيضا المعروض نلاحظ أنه المعروض النفطي من خلال في الولايات المتحدة الأمريكية 540 مليون برميل يوميا الآن في آخر القراءات تقريبا عندها 500 مليون برميل يوميا إذا نظرنا إلى التوقعات لإنتاج أوبيك بلاس نحن نتحدث تتوقع في الربع الثالث 97. تقريبا 43 مليون برميل يوميا وأيضا تتوقع الطلب في الربع الرابع 98.91 يعني هذا أقل من المستويات اللي كانت في عام 2019 شوية المية أو 1 مليون برميل يوميا فبالتالي ربما يحصل الاتجاهات الصاعدة لكن خاصة أنه كولمان ساكس عم يتوقع أنه وصول في الصيف المستويات السعرية 80 دولار للأسعار النفط لكن لا أتوقع أنه تتحقق غير لفترة وجيزة من الزمن طيب لأنه توقع المستويات المستهدة في الأسعار 65 إلى 7 ربما يصل إلى 75 دولار للبرميل هذا مكتب أود السؤال عنه يعني في أنه هل هذه توقعات واقعية أم لا لعلك أجبت سيدة ليلة تعنينا ننتقل لموضوع آخر يشغل البال في هذه الأثناء وهو الليرة السورية التي تسجل تراجعات كبيرة حادة لافتة أمام الدولار وإعفاء محافظة البنك المركزي ومدير جديد طمعا الأسواق بأنه لا ينتوي تغيير السياسات الحالية لماذا تم تغييره إذا لم يكن يريد أن يغير؟ نعم بالنسبة لإقالة المحافظة البنك المركزي التركي إقبال من قبل الرئيس رجب طيب أردوغان لأنه لا يركز على النموة الاقتصادي ويريد أنه لا يريد رفع أسعار الفائدة بحيث أنه يتحقق النموة الاقتصادي لكن رجب طيب أردوغان المحافظة البنك المركزي التركي عم بيخلي أسعار الفائدة ترتفع من وقت ما سلم خلال خمسة أشهر من استلامه خلى أنه أسعار الفائدة ترتفع تقريبا 835 نقطة أساسية 48% إلى 19% عم ترتفع أسعار الفائدة وبالتالي هوات الليرة التركية وصلت إلى تراجعات اليوم تقريبا بـ 17% يعني قبل ما يستنمى الإقبال قبل خمسة أشهر من يوم اللي أسبقه وصلنا تقريبا تفصلنا بضع نقاط مئوية عن المستوى اللي وصلنا له فبالتالي طبعا قيام الإقبال بهذه الخطوة هو نتيجة أنه ارتفاع التضخم الكبير طبع أنه يرفع أسعار الفائدة فبالتالي أنا أتوقع في ظل كل أنه الليرة التركية سوف تهوي لنرى كيف سيتعين على محافظ الجديد كيف ستكون سياسته النقدية وأتوقع عمليات جني أرباح سوف تستمر على الليرة التركية وخاصة يعني أنفقوا بالتالي الحكومة التركية تقريبا مئة مليار لدعم الليرة التركية وغيرها من الأمور الأخرى فهذا يعني ربما نرى عمليات جني أرباح في الليرة التركية حتى يتتبين كل الأمور عن الرئيس البنك الجديد أشكرك سيدة لنا قنع وانت محللة الأسواق المالية في إيكودي جروب شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا جزيلا